اهلا بكم مشاهدي الكرام ومحطتنا الآن مع فقرة التقرير والتقرير اليوم رح يناقج موضوع العنف الجامعي رح يكون معكم زميل مجحم العدوان صباح الخير مجحم صباح الخير فخر إلي كل جمعي أحبتنا مشاهدين شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد كما تفضلت فخر اليوم تقريرنا رح نتحدث عن العنف الجامعي هذه الظاهرة القديمة الجديدة وللأسف المتجددة أسبابها دوافعها أين المعنيون من هذه الظاهرة اللي أرقت جامعاتنا بالفترة الماضية وما زالت تؤرقنا أكيد اليوم ضيوفنا طالب يتحدث عن هذه المعاناة طالب من جامعة العلوم الإسلامية العالمية للحديث عن موضوع ظاهرة العنف الجامعي أسبابه ودوافعه وأثره السلبي على دراسة أحبتنا وطلبتنا أبنائنا وبناتنا أحبتنا بنا الروح نشاهد التقرير ومن ثم نعرج على التقرير بحديث نأمل أنه يكون في الفائدة الجمة لأحبتنا مشاهدين التقرير ويوم جديد بكل الخير نلتقي مجددا أحبتنا مشاهدين برنامج تقرير بحلقة جديدة عبر شاشة التلفزيون الأردني لنسلط الضوء على واقع العملية التربوية والتعليمية بالعاصمة الحبيب عمان ومختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية مخرجات الثانوية العامة والعنف الطلابي هذا ما سنتحدث به اليوم فابقوا معنا نلتقي الآن أحبتنا مشاهدين برنامج تقرير عميد شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية الدكتور أحمد علي العويدي دكتورنا الله يعطيك الله يسلمك يا مرحبا بكم بنا نتحدث عن موضوع قديم جديد ومثار للجبل والحديث العنف الجامع أسبابه تداعياته تبعاته أشكرك أخي مجهم حقيقة فيما يتعلق بموضوع العنف الطلابي وأسباب موضوع العنف الطلابي وتداعياته ويعني ما يحيط هذا الموضوع من كلام ومن آراء ومن تحليلات أقول بأن العنف الطلابي تماما كأي مخالفة أخرى قد ترتكب والتي قد تصل في لحظة من اللحظات إلى وصفة الجريمة هذا أمر من الصعوبة بمكان أن تحدد سبب أو مجموعة من الأسباب هي بحد ذاتها دون غيرها هي وراء موضوع العنف الطلابي موضوع العنف الطلابي له أسباب كثيرة وتداعيات كثيرة وحقيقة بأنه قضية المخالفة أو قضية العنف الطلابي أو قضية الجريمة إن كان العنف الطلابي يشكل جريمة موضوع شائك ومعقد وبالأصل علم الإجرام والعقاب حينما يتحدث عن موضوع الجريمة وعن أسبابها وعن تداعياتها اختلف في هذا الجانب ولم يصل في حقيقة الأمر إلى سبب واحد وراء الجريمة ويعني هو الدافع الرئيس للجريمة هناك العديد من الأسباب والكثير من القضايا التي تحيط في هذا الأمر موضوع العنف الطلابي الطلاب هم بالأصل جزء من المجتمع وحقيقة الأمر بأنه ما يميز الطلبة في الجامعات هو يعني وجود عدد كبير من أبناء الطلبة في مرحلة عمرية ما بين 18 و22 و23 سنة وهذه المرحلة العمرية يعني حقيقة لها خصوصيتها ولها قضاياها الخاصة بها ما يميز الجامعات والمشاكل التي تقع في الجامعات تسليط الضوء بشكل كبير على ما يقع في الجامعات في المجتمع في كافة مكونات المجتمع هناك قضايا وهناك مشاكل وهناك جرائم كبيرة ولا تحظى ولا يتم تقطيتها يعني تقطية إعلامية كما يتم في الجامعات ما يقع في الجامعات ربما يعني في قضية مهمة جدا نتحدث عنها بصراحة بأنه إذا وقعت مشكلة خارج الجامعة بالعادة تنحصر هذه المشكلة حتى لو كانت جريمة قتل تنحصر ما بين أطرافها وما بين عائلات كل من الجاني والمجني عليها أطراف المشكلة وتتدخل أطراف أخرى بالعادة يعني لكي تدعم الجهود الرسمية في محاولة الحد من المشكلة وتطيب الخواطر وتهديئات النفوس للأسف في كثير من الحالات وفي بعض الجامعات أقول وإن كانت المشكلة الحمد لله يعني بدأت تأخذ وضع آخر مختلف ويعني هي أقل مما كانت عليه ونأمن إن شاء الله أن تكون أفضل مما كانت عليه وأنا حقيقة من خلال هذا المنبر أتمنى على أبنائنا الطربة أن يعني يتوخوا يعني كل أشكال المسؤولية في هذا الجانب ويتنبهوا إلى هذا الأمر وأحنا بالنهاية في الدولة الأردنية كنا أسرى واحدة ويفترض أن تكون العلاقة قائمة على المودة والمحبة وأن يعني ننتهي بالكامل من هذه القضايا ومن هذه الأمور وأكد لك آخي مجحن بأن أبنائنا الطلبة في الجامعة الأردنية الطلاب والطالبات النشامة والنشميات هم يعني بمستوى المسؤولية حقيقة وأقول بأنهم بحاجة إلى من يعني يتفاعل معهم ولديهم الكثير من الأفكار الرائعة ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك مزيد من المشاركات الإيجابية وأقول بأن موضوع النشاطات اللامنهجية عنوان عريض وكبير بالنسبة لنا ونأمل بعون الله أن تحقق كثير من الأهداف لتعزيز الانتماء للدولة الأردنية وتعزيز الانتماء لمؤسساتنا تعزيز الانتماء للجامعة الأردنية أم الجامعة وأنت أحد أفراد والكوادر العاملة بالأمن الجامعي داخل الجامعة الأردنية المهام الملقاة على أكتافكم للحد من هذه الظاهرة وضبط إيقاع العنف الطلاب داخل الحرم الجامعي الحد من هذه الظاهرة هو فك النزام بين الطلاب بالإضافة إلى البثروح الطلبة المحترمين الذين يعمل على النشف هذه المشاجرات إبعادهم إلى منطقة آمنة بالإضافة إبعاد الطلبة لتجمع المشاجرات إلى منطقة آمنة من خوف أن تحتد هذه المشاجرة إضافة إلى ذلك نوزع بيانات ومنشورات إثناء تسجيل هذه الطلبة بالإضافة إلى إرشادات من دارة الأمن الجامعي إلى الحد من المشاجرات وتعليمات هذه وأنظمة من عمد الشؤون الطلبة فإحنا نتمنى أن الطالب يعكي الصورة حضرية باستمرار عن هذه الجامعة اللي هي الجامعة الأم أقوى الجامعة في الأردن كونه في أكثر جامعة تستقطب بعض الطلاب من مناطق أخرى من مناطق إسلامية من مناطق جغرافية أخرى إضافة إلى ذلك نتمنى أن الطالب يكون فيه عنده رادع واعز ديني من الحد من هذه المشاجرة شاهدنا أحبتنا التقرير اللي بتحدث عن العنف الطلابي أو العنف الجامعي بغض النظر عن المسمى وما بننكر نفسنا بالحديث ظاهرة القديمة الجديدة المتجددة أسبابها دوافعها تداعياتها على الطلبة الأردنيين بمختلف جامعات المملكة الأردنية الهاشمية ضيوفي الآن بفقرة التقرير بيوم جديد طلبة من جامعة العلوم الإسلامية العالمية أكيد معنا أسماء أبو دولي وأميرة بكار من طلبة كلية الشريعة والقانون يسعد صباحكم يسعد صباحك مع مين بدنا نبدأ حديثنا أسماء أبو دولي شاهدنا التقرير وما حدث بالأيام الماضية جامعة العلوم الإسلامية آل البيت الهاشمية يستدعي مننا وقفة حقيقية كطلبة وكمعنيين وكمواطنين للحديث عن هذه الظاهرة وأنتم بقلب الحدث شو رأيكم باللي بيصير بالفترة الأخيرة بالنسبة للعنف الجامعي كما سبق الحديث وكما قلتم سابقا أنت والدكتور أنه هو ظاهرة قديمة حديثة وفعلا هي ظاهرة يعني باتت ظاهرة في الجامعات الأردنية ومش بس على المستوى المجتمع الأردني حتى في الجامعات في دول أخرى لكن إحنا خلينا نحكي بالنسبة لنطاق المجتمع الأردني لأنه هو اللي بهمنا الآن هي باتت ظاهرة سلبية ومنفرة جدا في الجامعات الأردنية بشكل عام يعني كل فترة والثانية صرنا مثلا نسمع والله في مشكلة بجامعة كذا في مشكلة بجامعة كذا الشباب يعني بتمشكلوا على نطاق واسع يعني هي فعلا ما بتنحصر ما بين أطراف معينة شخصين أو يعني جهة معينة لكنها لما بتصير بالجامعات الطلاب بينفروا مع بعض وبتصير فيما بينهم يعني زي هما بيعتبروها مساندة فزعات أي مسمه هما يعني بيحكوا عنه للأسف الشديد الآن سواء ظاهرة العنف الجامعي أو أي ظاهرة معينة إحنا بنا نتحدث فيها ونحكي عنها في إلها عدة محاور وجوانب لازم أننا نأخذها بعين الاعتبار الآن أنا بدي أتحدث بثلاث محاور يعني عن ظاهرة العنف الجامعي خلينا نحكي المحاور اللي أنا بحس أنها هي أساسية في أي موضوع يلقى ويعرض المحور الديني والمحور الأخلاقي والاجتماعي والمحور الثقافي جميل الآن لو بدأنا بالمحور الديني الآن العقائد والشرائع هي أساس أي مجتمع أساس النهوض بأي أمة وإحنا بفضل الله والحمد لله الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية هي أرقى وأعلى الشرائع ويعني لا نقاش فيها هي الكاملة بلا نقص بفضل الله فغرسها بطبائع ونفوس الأفراد المجتمع هذا الإشي بنمي من المجتمع وبيزيد من قدرات الأشخاص والأفراد الآن بالنسبة للمحور الديني لو يعني بعض الطلاب بعض الأفراد لو نظروا فقط ببعض الأمور والأحاديث التي ذكرت بحرم الدم المسلم يعني على المسلم يعني فيها من الأمر ما يزجر يعني فيها هيبة للنفس الحديث الذي يقول لأن تهدم الكعبة حجر حجر أهوى إلى الله من أن يراق دم المسلم على يد المسلم الآن عندما أرفق الكعبة بعضمتها وحرمتها وقدسيتها عند رب العالمين بدم المسلم هذا شيء يعني بيوحي مكانة دم المسلم عند رب العالمين عظمته حرمته يعني زي ما بنعرف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما وقف أمام الكعبة ونظر إليها قال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله ودم المسلم أعظم حرم عند الله منك يعني الإنسان فقط لو استوقف نفسه للحظة يفكر بمعنى هذا الحديث يعني بشأن دم المسلم عند رب العالمين العقوب المترتبة على هذا عند رب العالمين وهي الخلود في نار جهنم يعني وإحنا بنعرف أنه والعياذ بالله كثير من العنف الجامعي بتأثى لأنه إزهاق أرواح ناس يعني شيء مؤلم هذا بالنسبة للمحور الديني الآن بالنسبة للمحور الاجتماعي والأخلاقي الأخلاق بتيجي بالمجتمعات بعد يعني بعد العقائد فعلا المجتمعات اللي راقية بأخلاقها وأخلاقها رفيعة بتحس أنه هي فعلا مجتمعات على مستوى عالي من الفهم والتحضر والثقافة الآن بالنسبة للأخلاقيات الطلاب اللي بيمارسوا هذا العنف الجامعي يعني فقط سؤال واحد لهم هم شو بيكتسبوا إحنا بنعرف أن الأخلاق مكتسبة الآن هم لما يعني لما بيعمل هاي الظواهر ولما بيحشد الطلاب وبيتمشكلوا مع بعضهم شو الشيء اللي بيكتسبوا يعني شو الخلق اللي أضافوا لنفسه لمجتمعه لحياته لا شاء كلها أمور سلبية بحتة وبالنسبة للناحية الاجتماعية الآن هو لو نظر لنفسه يعني للحظة لدقائق لبرها من الناحية الاجتماعية لنفسه وللشخص المقابل إله اللي هو بنظره عدوه أو ضده للأسف الشديد يعني هو شو أنجز هو شو عمل شو الأثار اللي ترتبت على العنف والمشكلة اللي هو استحدثها وقام فيها بالنسبة إله وبالنسبة للشخص المقابل شو نظرة المجتمع إلهم يعني أنا مرات صدقا يعتريني أنه إيش هو بتخيل الناس يحكوا عنه إنه مثلا هو شخص شجاع للأسف الشديد هاي آخر كلمة قد تقار قد يتوارد بذهن الطالبة على سبيل المثال للأسف إنه نوع من البطولة أو نوع من الشجاع التبهرج خلينا نقول بالعامية على سبيل المثال بدي أنتقل للطالبة أميرة بكر أخت أميرة بكل مزداقية في وقت فراغ كبير لطلبتنا هل هذا الموضوع يعني مشجع رئيسي أو عامل رئيسي للعنف الطلابي بجامعاتنا نعم أو أحد أسبابه الحقيقة طبعا يعني العنف الجامعي نبدأ في تعريفه لماذا يلجأ الطالب إلى العنف يلجأ إلى العنف في حال غياب العقل لا يعمل العقل وفي حال عدم إعمال العقل تتكلم اليد في هذه الحالة يبدأ العنف ومن هنا يبدأ العنف وللأسف أنت تتحدث عن العقل والعقل هو الجوهر بجامعاتنا الأردنية بشكل عام هو يفترض أنه أنا ذهب للجامعة كي أتلقى العلم وكي أساهم بشكل إيجابي بالمجتمع طبعا أكيد طبعا حين نتحدث عن العنف الجامعي الذي يؤرقنا ويؤرق المجتمع الأردني نتحدث عن أسباب كثيرة لهذا العنف منها أولا كما ذكرت عدم إعمال العقل وغياب الحوار والمنطق وبالتالي يتصرف الإنسان بطريقة أنه يريد أن يعبر بيده وبتبدأ هذه المشكلة من التربية البيتية الأسرية الأسرة عليها عاتق والمدرسة وكذلك الجامعات من الأسرة تبدأ حين نعلم أطفالنا بأن يأخذ حقه بيده أو أن لا يسمط عن حقه من هنا تبدأ حين الأم تقول لابنها أخذ حقك بيدك اللي بضربك أضربه من هنا بتبدأ في هذه الحالة طبعا هذه العوامل المعززة والمشجعة للعنف الطلاب الأسرة هي الركيزة الأساسية واللبنة الأساسية لبناء المجتمع وهي التي تخلق إنسان سوي قادر على التعامل مع الآخر قادر على احترام وجهة نظر الآخر من هنا تنبثق هذه المشكلة العنف طبعا له إشكال عديدة وأنواع عديدة منها العنف الكلامي صحيح لا يقتصر فقط على الجسدي والعنف اللفظي أو العنف الجسدي وكذلك الممتلكات الجامعية التي نحظى بها وننتمي إليها حين يقوم الطلاب بكسر أو بحرق وأنتم من ساهم بوجود هذه الممتلكات نعم من ناحية ماديه خلينا نتحدث بهذا الموضوع نعم أكيد فالجو الأكاديمي أيضا الهادئ يجب أن ينعم الطلاب بالجو أكاديمي هادئ حتى يكونوا فاعلين وقادرين على التركيز كيف ننعم بهذا الجو في ظل هذه المعطيات السلبية في ظل هذه الظهر السلبية التي فعلا تؤرقنا وفعلا تؤذي بلدنا نحن منتمين لبلدنا ونحب بلدنا بدنا نظهر صورة حضارية لائقة عن الأردن لما يكون طلابنا اللي بيجوا من برة من ماليزيا من كل دول العالم من تركيا بيجوا بدرسوا عنا ويتلقوا العلم عنا المفروض أنه نحن نوفر لهم بيئة وجو دراسي هادئ وآمن لما يكون هذا الجو مش موجود أهليهم حتى أولياء أمورهم رح يخافوا عليهم أنهم يبعثوهم للأردن نحن هيك بنأثر ونسيء لبلدنا ونسيء لأنفسنا فيك تصرف فإحنا لازم يعني العلاج الأساسي والأول هو الأخلاق الإسلامية الحميدة والأسرة لها دور محواري ورئيس بها المدرسة والجامعة كما ذكرت في بداية السؤال النشاطات اللامنهجية نعم التي تفرغ الفراغ الذي يحسون به الطلاب هناك فراغ كبير عند الطلاب حين يقومون بنشاطات لا منهجية طبعا هذا الفراغ يمتلئ وبالتالي لا يعود عندهم هذا الإحساس السلبي لأنه بعد دراسات كثيرة يعني ومنها دراسات المركز الاستراتيجي لتابع المدرية الأمن العام وجدوا أن معظم الطلاب الذين يشاركون في مثل هذه الظاهرة هم الطلاب الذين معدلاتهم الأكاديمية متدنية ليس لديهم تحصيل أكاديمي عالي وبالتالي هم أكثر انسياقا للسلبية والتصرفات السلبية لذلك التحصيل العلمي هو الأساس على الجامعات أيضا بدنا نتحدث كل صراحة نعم ممكن أبرز الكليات اللي بتواجه العنف الطلاب هي الكليات الإنسانية نعم صحيح يعني إذا بنروح لكليات الهندسة أو الطب أقل نسبة هذا حسب الدراسات والبحوث الدورية والسنوية بشكل عام وتحدث الجميع عنها استمعت إلى حديث عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد عويدي بالجامعة الأردنية كان حديثه واضح العنف الطلابي موضوع شائك وأبعاده كبيرة جدا مدخلاته أيضا شائكة بشكل كبير الجميع مشترك بهذا الموضوع من الأسرة إلى الجامعة إلى الطالب بنفس ذاته وجميع حلقة متكاملة وأيضا هيئة تدريسية ورئاسة الجامعة وعمادات شؤون طالبة بالمملكة الأردنية الهاشمية من وجهة نظركم وأنتم طلبة أسماء أتوجه إليك الآن بالسؤال هل في قصور من الهيئة التدريسية من رئاسة الجامعة على سبيل المثال ولا أتحدث بشكل مباشر عن موضوع جامعة العلوم الإسلامية بالعمل نتحدث هل تجدوا أنتم كطلبة وأنتم على تماث مباشر مع موضوع العنف الجامعة وتشاهدونه وتستاءوا وأبعاده سلبية جدا وأكيد فيه أثر سلبي على نفسية الطلبة كل يوم مشكلة كل يوم مشاجرة تعليق دوام فمن وجهة نظرك فيه قصور معين من المعنيين بهذا الموضوع بالجامعات هو الآن بشكل عام نعم الكمال لله يعني لا أحد كامل سوى الله سبحانه وتعالى قد يكون فيه بعض السلبية أو بعض القصور من الهيئات الجامعية بشكل عام كان ممكن تفعل أدوار معينة بشكل أوسع من الشيء اللي هو موجود واقعيا نعم لكن صدقا لما بترجع لموضوع العنف الجامعي الجامعة صرح أكاديمي صرح تعليمي بحت لما أنت بتروح تدرس في الجامعة أنت بدك تعرف أنه أنت بدك تنظر للمناهج اللي بدك تدرس فيها أنت بدك تجلس في قاعات دراسية أنت بدك يكون أمامك أستاذك إيه علمك أنت رايح تتعلم والدكتور رايح يعطي علم والجامعة كلها قائمة على شيء أكاديمي حتى يعني من رئيس الجامعة لآخر موظف فيها كلهم بيجوا بيقدوا وظيفة يعني لصرح أكاديمي وعلمي بحت هم ما بيشجعوا والله أو مثلا بيحكي للطالب أنت أعمل المشكلة مشكلته لما هو بيعملها هاي شئ شخصي إله برجع إله هو لشخصيته الجامعة يعني بشكل عام الجامعات بتحاول إنها تحد من هذا الشئ صدقا كثير من إسمع يعني أساد ذا أول ما يدخلوا على المحاضرة لما بالذات بعد ما تصير مشكلة معينة وطبعا كل أستاذ إله إحترامه إله تقديره ووسعته من العلم كثير بيحاولوا يوجهوا صدقا كثير أنه مثلا أنت شو رح تستفيد أنت شو رح تضيف لحياتك هذا من ضمن رسالة توعوية والإنشادية من قبل هيئة تدريسية للطلبة نعم نعم يعني لما بيدخل الأستاذ أو الدكتور أنه على القاعة بيعطيك لو خمس أو عشر دقائق توعية توضيح للموضوع من كل مجتملاته وجوانبه هو ساعدك هو ساهم مع أنه دوره الأساسي يقتضي أنه يجي علمك له دور أنه مثلا يوضح ويفهم وتربية النفوس وترسيخ الأخلاق لكن هو مش الدور الأساسي الأساسي هو التعليم للأسف الشديد الطلبة هم اللي بيمحوروا هذا الشيء بطريقة أخرى الموضوع بده يشغل أيضا على الجانب النفسي بالضبط يعني الرسالة التوعوية والإرشادية بأي شكل كانت لا تكفي بكل مزداقية أيضا في عبئ كبير على الهيئة التدريسية وعمادة شؤون الطلبة بتوفير النشاطات المنهجية الحقيقية لملء وقت الفراغ برسالة أخيرة من خلالك أمير البكار وأسماء أبو دولي لزملائكم وزميلاتكم الطلبة في جامعة علومة الإسلامية وباقي جامعاتنا بالمملكة الأردنية الهاشمية والله الحقيقة أنا بدي أشير أنه جامعتنا يعني تحديدا يعني أنه اتخذت إجراءات فعلا وقائية واحترازية كانت فعلا حكيمة بقيادتها أنه علقت الدوام يعني يوم الخميس حفاظا على أرواح للطلاب وحفاظا على الامتلكات طبعا مع الأسف الشديد لسنا فخورين بهذا التصرف الطلابي الذي لو أردنا أن نقارن عدد الطلاب بالعدد الكلي للجامعة لو وجدنا عدد ضئيل لا ينمي عن فكر ولا عن رأي وفعلا أن نحن نزدري هذا التصرف بالمناسبة يعني من يقوم بالعنف الطلابي ومن يفتعل هذا الشيء هو يمثل نفسه ولا ينسحب على الغير وممكن لا ينسحب أيضا على عائلته يعني إذا بنتحدث بأمور تفصيلية لأنه الولاءات الفرعية مشكلة كبيرة جدا نعم الانتماءات العشائرية أيضا لها دور رئيسي يعني في السبب الرئيسي للعنف هي تعتبر حاضنة لمن يفتعل هذا الشيء هذا الرح نناقشه بإذن الله بالجزء الثاني بحلقتنا اليوم الاثنين مع المعنيين ومع أصحاب الاختصاص بما يتعلق ببعض الولاءات الفرعية وتأثيرها السلبي على جامعاتنا وعليكم بأي شكل من الأشكال بكلمة أخيرة أميرة وأسماء والله أنا بوجه رسالة للمجتمع كافة أنه إحنا نتحلى بالخلق الإسلامي أساسا وبداية وبوجه رسالة للمدرسة للبيت بالأساس عفوا للأسرة وبعدين المدرسة وبعدين الجامعة هذور الأساس هم اللبن الأساسية اللي هي الأسرة لخلق شخصية سوية قادرة على التعامل مع الطرف الآخر قادرة على احترام الطرف الآخر قادرة على إعمال العقل وليس غياب العقل يعني العنف شيء مرفوض شيء لا نقبله طبعا ولا ينمي عن فكرنا وعن حضارتنا وعن إسلامنا وبالتالي إحنا كأردنيين لازم نحقق انتماءنا وولاءنا للبلد هاي اللي بتعلمنا واللي بتكرمنا فإننا إحنا نكون ناس حضاريين ناس مسلمين خلقا ناس قادرين على التصرف في أي موقف ممكن يحصل معنا في الجامعات وأيضا بوجه رسالة للجامعات عموما أنهم يحاولوا يكثروا من النشاطات اللامنهجية يحاولوا يعني يعملوا ورش عمل ندوات محاضرات أكيد رح نفرد له مساحة هذا الحديث أميرة إن شاء الله بالجزء الثاني والثالث من الأسبوع الحالي بموضوع العنف الطلابي ما بين هلالين أو ما بين قوسين أميرة بكار وأسماء أبو دولي طلبت جامعة العلوم الإسلامية العالمية كلية الشريعة والقانون كل الشكر لكم دائما وأبدا شكرا شكرا وعلى تلبية الدعوة الكريمة شكرا أحبتنا بنهاية فقرتنا فقرة التقرير عبر يوم جديد لا يسعني إلا أني دائما أتوجه بالشكر لمخرج الفقرة بالتقرير اللي صلت الضوء على واقع حال حالنا بكل مناسبة عدنان أبو الحاج ومعد ومنسق الفترة زميل محمد العواشي تقرير كان ولا يزال وسيبقى دائما وأبدا معكم ولكم منكم وإليكم مني مجحم العدوان وزملائي والعودة إلى فخر الاستكمال الباقي فقرات حلقتنا لليوم شكرا مجحم الله يعطيك العافية وموضوع العنف الجامعي هو موضوع حديث وقديم وأيضا يجب أن نتحدث فيه أكثر وأكثر لوضع النقاط على الحروف وخصوصا أنه إحنا لا نقبل بمثل هذه الظواهر أو مثل هذه الإشكاليات أن تحدث فيه صروح الصروح الأكاديمية والمنابر العلمية شكرا مجحم ولضيفاتك الكريمات وأنا بعتقد أنه دائما الطالبات هم بمنحة بعيد عن العنف دائما المتسبب الأول في العنف قد يكون الطلاب ولكن النسبة الأكبر هي المشاركة ويمكن هذا بسوى أخ مجحم أنك تحط عليه هيك شوية يعني نقطة أو سطر تحتها لماذا دائما المتورطين في العنف الجامعي هم الشباب أكثر من الآنسات أو الطالبات بشكل عام شكرا مجحم وشكرا لضيفاتك ومشاهدي الكرام الآن بدي أنتقل وحضراتكم إلى فقرة فنجان قهوة فنجان قهوة وكاميرا يوم جديد والمخرج مصعب المجالي زاروا الدكتور طلال أبو غزالة واستعرضوا مسير تواء الإنجازات التي أنجزها الدكتور طلال أبو غزالة ضمن هذه الفقرة إن شاء الله أنها تكون فيها معلومات جديدة ويكون فيها المتعة والفائدة مشاهدي الكرام فنجان قهوة معكم بعدها نواصل وإياكم محطاتنا وفقراتنا لهذا الصباح